تعادل بطعم الهزيمة امام غانا في الجولة التانية قدمنا لقاء سيء في الشوت الاول لا طعم ولا شكل ولا اي اداء خلال الشوت الاول لمنتخب مصر شوت تاني اتحسن فيه الاداء تعالى بقى نتكلم على تشكيل فيتوريا بشكل عام لعب بحمد فاتحي والنيني انا معرفش ليه هو مصر على النيني النيني يلعب شوت تاني ينزل كده زي ما مروان عطيه ينزل في اخر المطش النيني ينزل لك في اخر المطش يمسك لك كرة ويموت لك الرتم شوية لكن النيني كمة الصولة بيدفع ولا بيهاجم ولا بيلمس كرة عدلة وكل كورة سلبية يلعب لورا حمد فاتحي شوية شوت التاني فاق لكن برضو يعني النيني بهت عليه فالتنين الستة النيني وحمد فاتحي عايزين يعني يتنصف وبصاروخ نفس الكلام على البكن محمد حمدي ما بيدفعش نهائي في الجانب الهجومي سيء جدا مفيش كرة عرضية عدلة يا بتقلش يا اما بتعد النحية التانية بلونة نفس الكلام عمر كمال وعمر كمال لما نزل قدامه زمبيك كان احسن شوية من اداءه النهاردة دفاعيا وهجوميا سيء جبنا هدفين من اخطاء للعيبة غانا قدمنا مباراة هيئة غانا كانت اسوأ مننا اصلا مفيش حد يعني احنا كنا باللعب محمد قدوس لعب غانا الوحيد اللي كان لي شكل في منتخب غانا لكن خط تدفع غانا كله بحارس المرمى كانوا قبيض خالص ومع ذلك مقدرناش نفوز محمد صلاح اتصاب في اخر الشوت وطلع محسناش اصلا بانه طلع لانه لما كان موجود ما كانش فارق معنا في الخمسة واربعين ديئة اللي لعبهم الشوت التاني محمد صلاح ما كانش موجود في نهاية الشوت دخل فينا هدف اخر ديئة في الشوت الاول وانتهى الشوت الاول بفوز غانا جينا بقى الشوت التاني الاداء تحسن شوية ما حسناش بان محمد صلاح مش موجود في الملعب لكن تعالى نجيبها من البداية فيتوريا بدأ بتشكيل في بعض المراكز سيء جدا بعيدا عن انه اصلا فيه لعيبة مش في مستوىها في البطولة دي والحد دلوقتي ما جدش البطولة ومش موجودة الشناوي رحت عليه اربع كورتين في مطش موزنبيك دخلوا فينا جنين وكورتين في مطش غانا بجنين برضو اربع كور في مطشين جوم على محمد الشناوي اربع اهداف لو شفت اخر لعبة في المطش ضربة روكنية لعبت الشناوي طلع لمسك ولا حط ايده في الكورة بيتفرج على الكورة في الجو لو كانت جات جون كنا خلاص برا البطولة كلها لكن ربنا سطرها معانا الشناوي ما جاش البطولة لحد دلوقتي مش مركز تماما محمد عبد المنعم وحجازي برا الجيم خالص من مطش موزنبيك وهم برا الجيم عبد المنعم مش ده عبد المنعم بتاع الاهلي ولا عبد المنعم بتاع البطولة الافريقية اللي فاتت مستوى سيء جدا لمحمد عبد المنعم ده مركز خاطئ عدم تركيس حتى كورة اللي على الارض كلها بساط ميتة كل كورة بتلعب يعني حاسس ان انت بتبني الهجمة في ثلاث سنين حجازي الاصابة لسه برضو ما فقش منها واصلا حجازي من المطش اللي فات واخد خطة في دماغه فمش في تركيزه مش عايز اتكلم على اه امام عشور قوي لان امام عشور الشوت الاول ما كانش احسن حاجة والضرب كتير الشوت التاني فق ويعني من الديها سبعين كده وهو بدأ ينقل للعب شوية وعايز اقول لك كمان انه كان بيدافع وبيهاجم كان بيغطي مكان محمد حمدي شفناه في كورة جري من عند الثمنتاشر بتاع غانا لحد الثمنتاشر بتاعنا قطع الكورة وبنى هاجمة وتريزجيه اللي لما نزل فرق كتير معانا استغلى اخطاء غانا اللي اصلا غانا من اول المطش وهي مش مركزة ومرحناش عالجوم بتلات اربع كورة على بعض علشان نهدد بيهم مرمى غانا في الشوت الاول الشوت التاني الكورتين اللي روحنا بيهم او التلات كور اللي روحنا بيهم جبنا منهم جنين مرموشه مصطفى محمد نجوم المنتخب لحد دلوقتي على مستوى البطولة مش بس في مطش غانا مصطفى محمد محطة قوية جدا وبينزل لنص الملعب وبيقوم بدور الرأس الحربة وبدور كمان المركز التمانية يعني بينزل لحد دائرة السنتر يقطع ويعمل المحطة ويرجع تاني نفس الكلام مرموش اللي بيقدم مستوى قوي جدا في مباراة غانا نجم ماتش غانا بالنسبالي في منتخب مصر هو مرموش اللي عمل شوت اول قوي والوحيد اللي كان عنده الجراء ان ياخدوا الكورة ويمشي بيها لقدام الشوت التاني جاب هدف وفرق كتير معاك وفتيجي في الشوت التاني تطلع مرموش وتنزل مرانعطية مرانعطية كان المفروض يبدأ اصلا الماتش مكان النيني اللي زي ما قلتلكم ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيلعب كورة على الارض وحاجة يعني منتهى السوق مش النيني اللي احنا نعرفه يعني اداء سيء جدا من محمد النيني حمد فتحي مش احسن حاجة وزي ما قلتلكم النيني بحت على حمد فتحي بقى مستوى حمد فتحي زي النيني بالزبط فحاجة يعني منتهى السوق امام عشور الشوت الاول مش احسن حاجة الشوت التاني افضل لكن النقطة اللي خدناها من غانا يمكن تفرق معنا ان احنا نصعد من المجموعة دي ماتش الرأس الاخدر اصبح حياءة وموت خلاص لازم تكسب الرأس الاخدر وده هيبقى صعب جدا لان الرأس الاخدر اكوى كتير من غانا ومنظمين اكتر من غانا ما عندهمش المهزلة الدفاعية اللي موجودة في غانا ورا فالماتش الجاه يبقى اصعب كتير فيتوريا مش عارف مستني ايه عشان يفوق يعني عند خط دهرة كله في كمة السوق وبرضو مصر على محمد حمدي ومصر على انه في نص الملعب محمد حمدي ساي لا بيدافع ولا بيهاجم فين فتوح يعني انت حاربت الدنيا كلها على فتوح علشان يكون موجود في المنتخب فتوح مش موجود مع الزمالك وبقال له تلات شهور ما بيلعبش ومع ذلك جيل في تصفية كاس العالم خدته ما بيلعبش طب انت واخده ليه يعني حاربت ليه الدنيا كلها وقلت ان فتوح معايا رغم انه ما بيلعبش وبرضو ما بتشاركوش محمد حمدي الماتش الجاي لازم يقعد ويلعب فتوح مكانه هيبقى فايق عنه وهجوميا اقوى فتوح وعنده شوية دفاعيا احسن من محمد حمدي نص الملعب انني لازم يقعد مروان عطية يلعب مكانه اساسي ده لو انت عايز سكساب الرأس الاخضر الماتش الجاي صلاح ما نعرفش ايه اللي هحصله يعني محمد صلاح اللي بيلعب في الليفربول اللي بيعمل احسن استشفى في العالم يجيله شد في الخلفية دي حاجة غريبة لكن محمد صلاح يجيله شد في الخلفية هو اصلا ما عاملش حاجة في الماتش ده وجاي من الليفر يعني المفروض انه بيعملو احسن استشفى في الدنيا بيتعمل في الدور الانجليزي ومع ذلك يجي لك شد في الخلفية وتطلع في اول شوت من الماتش فمحمد صلاح ما عرفش هو الماتشات اللي جاية هيبقى موجود اصلا ولا لا؟ يعني لو في نصيبه صعدنا هيبقى موجود معنا ولا لا؟ في الماتشات اللي جاية ومع ذلك اصلا يعني انا ما حستش ان محمد صلاح طلع وجوده كان زي عدمه في الشوت الاول وفي الشوت التاني مصطفى فتحي الى حد ما كان نشيد شوية اه مش احسن حاجة لكنه كان عنده نشاط شوية عن محمد صلاح محمد صلاح ما كانش افضل حاجة في المباراة الاولى وحتى فيه الشوت اللي لعبه قدام غانا تلزجي ومرموش اقوى كتير من صلاح زيزو لازم يبقى ليه دور الماتش الجاي فبشكل عام قدمنا اداء سيء يعني الحمد لله على النقطة عندك نقطتين غانا نقطة ماتش الراس الاخدر وموزنبيك واللي هيكسب من الراس الاخدر وموزنبيك خلاص رسميا نتأهل فانت مباراتك الاخيرة هتبقى حياة او موت مش هينفع فيها حتى التعادل التعادل مش هيأهلك فلازم تكسب الراس الاخدر علشان تكسب الراس الاخدر لازم تبدأ بداية جيدة دايما التشكيل زي الزفت بتبدأ تشكيل سيء على المستوى الدفاعي محمد حمدي بيبدأ كل مرة وهو سيء جدا انني بيبدأ وهو سيء لكن الخط اللي قدام ماشي تمام عندك مصطفى محمد ماشي مرموش صلاح خلاص اتصرفها بالتالي هيلعب يا بزيزو يا مصطفى فتحي مكانه يا اما ممكن نلعب بترزيجه ناحية اليمين اه مش عدلته لكن ممكن نلعب به ناحية اليمين فبشكل عام لازم نركز الماتش الجاي اللي حصل الماتش ده كتشكيل ما يحصلش تاني وتأخير التغييرات لو حصل برضو قدام الرأس الاخضر ما تعرفش الظروف هتبقى عاملة ازاي فلازم فيتوريا يفوق ويفوق اللعيبة يغير في تشكيله شوية يغير الناحية الشمال الناحية اللي مين عمر كمال هاه ماشي شوية الناحية الشمال لازم تتغير قال بين الدفاع عايزين نشوف ياسر ابراهيم وعلي جبر يعني ارحم من عبد منعم وحجازي للبطولة دي بيقدموا واحدة من اسوأ بطولاتهم ومن اسوأ المستويات على مدار يعني تاريخهم مع المنتخب عبد منعم وحجازي فيريحوا يلعب علي جبر ويسر ابراهيم على الاقل عندهم روح شوية عنهم والدنيا الرتمي بقى أسرع بدل الهدوء اللي احنا فيه وكرة الهجمة اللي بنحضرها على عشرين سنة نص الملعب الدفندرين هنقول حمدي فتحي يعني يجي منه لكن النني ما يجيش منه لا يأكل ولا يشرب في الدفاع ولا يأكل ولا يشرب في الحالة الهجومية كرة مع النني امشي عنني بالكرة يعد يعمل لك كده بتدور على ايه ولا لازم حد يكون فتاح لك عشان تلعب له ما تمشي بالكرة في المساحة واخلق لنفسك مساحة ودي قدامك لكن انت بتوعف مكانك وتوعب تعمل كده وكرة الجن الاول اللي دخلت فيك النني وحمد فتحي دخلوا على بعض عملوا البلوك على بعض وقدوس حطاها الجن الجن التاني عجمينا انت ماركس خاطئ كرة ضربت فيه دي ودخلت والشناوي يعني ما فيش تركيز تماما زي ما تقول لكم اربع كور رحوا على الشناوي باربع جوان اه يعني مش هنلومه طبعا في الجن بتاعت عبد المنعم ضربت فيه ودخلت لكن بشكل عام الشناوي مش في افضل حالاته عبد المنعم حجازي محمد حمدي حمد فتحي كمان مش ده حمد فتحي اللي كان بلعب في الاهلي ففيتوريا لازم يفوأ اللعبة دي ويغير بقى انت معاك 27 لعيب مصمم على راعد الاسماء في الماتشين عندك 27 لعيب منهم اتنين مساكين ورا افضل من الاتنين اللي بيلعبوا واحد ناحية الشمال فتح افضل من محمد حمدي ومروان عطيه افضل من النني وعلى المستوى الهجومي ماشي مستوى الهجوم الدنيا ماشية لكن ورا الدنيا عندك بايزة خالص فنتمنى الماتش الجاي فيتوريا يفوق من بدري ويعمل تشكيل كويس واللعبة تفوق عشان اللعبة دي عايزة تاخد دوش كده يفوقها لان المستوى سيء جدا ومش دي اللعبة اللي ممكن تاخد بطولة وربنا يستورها علينا الماتش الجاي وربنا يستورها ونتقهل من المجموعة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة